في الفيديو قد نشوف تلاشة دي الحويش أولاً غد ندير واحد الـ example دي الـ one الـ counter اللي قد ننوحه increment in by one وقد نخدمه بـ function عادي وقد نشوفه كيفاش قد نقدر نحلوه المشكلة بالـ closure تاني حاجة قد ندير واحد الـ function اللي قد نجيب لنا واحد الـ password ولا واحد secret ثم قد نخدمه بالـ closure وفي الأخير هنشوفه كيفاش ندبوغيو هذا الـ closure أي كيفاش رأيش آفيشا لنا ونيفو دي الـ google كرام هنا قد نكري واحد الـ function اللي قد نحاول تأكير منطلنا واحد الـ number by one لنك فونكشنا هذه ما قد نخدم بـ closure عندي function وغندي اسميها counter وغن نكري واحد الـ variable وصل الـ counter اللي هي let number equal to zero من بعد قد نحاول نأكير منطل هذا الـ number by one إذا قد ندي واحد الـ console log ونأفيشي هذا الـ number نعيط على الـ function counter ونشوفه كيفاش تأكير منطل هذا الـ number by one مزيان لنك zero كانت zero من بعد ولت one ونعيط عليها تاني لنك بقى تكافيشي ليا ديما وان في كل المشكيلة عندي بوقي وهذا الكود دين لك يترى ونيفوذي لهذا الـ function بأنه كتألوك في اللول ونيفوذي المموار كتدوز الـ procedure ديالها وفي الأخير كتروح الـ destruction كيف ما كتشوفه هنا في الأخير كنا نعيط على counter 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 هذا الـ function ما كتشعبر stateful أشنو كان نعني بها بأن هذا الـ number ما كنبقوش عاقلين على الـ value ديالها القديمة وكالترديمة واحد وكيعاود الـ procedure مجدد دونك اشنو خصنا خصنا هذي الـ function totally stateful ونعاقله على هذي الـ number ونشدوها ونخدمه بها في واحد الـ closure عدنا نخدم بconsole داعر باش تعطيني واحد الـ basic idea لليكسيكل سكوب اللي هو أتاشت لهذا الـ function counter مزيان دونك عندي واحد لس ديالـ information على هذي الفنكشن اللي هي counter ولكن أنا اللي كيهمني هنا كامل هو scopes هذي العبار هنا كنشوفو كومكوا هذي الـ function counter هي أعطا شي لهاذي الـ global scope هنشنو بغينا بغينا نكريه واحد الـ closure ويولعدنا واحد scope واحد اخر وهذا الـ number ناكسدو لها من ذيك الـ inner function باش نقدر نردوها stateful نحيي ذات شي كامل وغادي نكريه الـ function ديالي again ولكن غادي نخدم ذلك الـ closure لنخليها function counter هذي الـ order function وغادي نكريه واحد الـ inner function اللي هي increment ولكن قبل من هذ شي نقدر إما نخدم بهذاك الـ number ك-argument هنا إلا بغيت نشانجيه dynamically ولكن الفضلك أنا غادي نكريه واحد الـ enclosed variable وغادي نسميها مثلا number زيان نبدأوا من zero في الأخير شنو غادي نجي ندير هنا ندير number plus or equal one وارن أفيشيك هنا يكون console log number في الأخير غادي نكريه الـ increment لنكشنو كريهت هنا كريهت واحد الـ closure قدر ندير هذا الـ return increment في حالك ولنقدر ندير الـ return keyword directly هنا مع الـ function إلا بغيت الكود ديالي يكون مور concise لنكشنو كريهت هناك كريهت واحد الـ closure اللي هي واحد الـ inner function اسميتها increment كتقدر تأكسيدي واحد الـ variable اللي كينا في outer function و change لها الـ value وكت- incrementها by one لنك عدنا outer function و inner function closure كتأكسيدي الـ inclusive variable وكت- increment لها الـ value دياله أرى نشوفوا ديالبه شنو اللي عندنا on-niveau del lexical scope عندي واحد الـ console دائر وغادي نخدم counter و نننفوكيه و نعطي عليه و تشوفوا كوم كوا راح scope تشونجه شنو تشونجه on-niveau del scope وليش عدي واحد الـ closure وفيها واحد number zero دونك كرييت واحد الـ closure اللي قوليش عندي on-niveau del lexical scope وكنقدر دابع ناكسيدي الـ head number و نشونجي لها الـ value دياله أرى بعد ننسطنسيه هاد شي و نكريه واحد الـ variable وفيها هاد الـ counter ونبقى نعيط عليها multiple times ونشوفوش هاد الـ number رايش أنك بمعطاب واحد كريه واحد الـ variable cons-incrementing وغادي نعطيها ك-value هاد الـ counter اللي هي outer function ومن بعد غادي نعيط على incrementing multiple times اوكي كنشوفو عندي zero دونك نبدينا من الأول وغادي نبقى ناكري موطة كيفما كنشوفو zero one two three four five six ويضم الـ values ديالي ندبوا واحد الـ console ضاعر باش شوفوش نطرأ ونبقى الـ lexical scope console ضاعر لاش الـ incrementing مزيلا نشوفوش نطرأ ونبقى الـ lexical scope نشوفوكم كورا عندي هاد الـ number تشانجها لها الـ value ونحيده نحيده شي كامل دونك نبدأ من الأول ونشوفوش نطرأ عارض نـ develop it نعرفي شي scopes ونشوفو بانا الـ number ها ودزاد ولا واحد يعني هاد الـ function وليش عندي stateful وليش عندي واحد الـ functionهي stateful كنقدر نعقل على واحد الـ number اللي كينا في الـ outer function وما كيطرأش واحد distraction لهذا الـ variable وكنقدر نبقى عاقل على الـ stage ديالها multiple times ونضيب لها incrementing إن الـ closure في هاد الـ car It keeps track ديال هاد الVariable number وكي تبقى تشانجي لها الValue ديالوج incrementer أجل نخدمه دابل الأكزمبل التاني اللي هو Get Password اللي غنقف يشوي بواحد secret Get Password دونك قد نكريه واحد الOther Function Outer Function لاشنو قد نسميه Function Get Password اوكي اهدك secret اللي هو ديال ديالو ديركتور موما ما شنه هنا اللي هو ال Password ونقصد ليه من ال Inner Function ونقصد ليه من ال Closure غن نخدمه بواحد الArgument دونك غن ندير Password لانه كيف ما كتعفو بأن ال Closure ما كي اكسيديش غير ال Outer Variables ما كي اكسيدي حتى ال Parameters دي الOther Function دونك غن نكريه واحد ال Closure اللي هي مثلا Get A غنقافي شيء هاد ال Password من وصد منها اوكي قليو ديال لندي ردي Return Get او عندي Return Director مو هنا Return Function اللي هي Get مزيان دونك شنه كريت كريت واحد ال Closure اللي هي هادي Get اللي كينا وصد منو حد ال Outer Function اللي هي Get Password او دابن كريو حد الانستان جديد نكري بشن Password اوكي او من بعد شنه غن قد نعطيها Get Password مزيان وغن نعطيها شيء هاجة مثلا ك Password هادا هو السيكرش ديالنا اللي بغن ننافيشيه نوكي لجي دابداش Console.log Password نننفوكيها كتشوفو كم كوا اونا نتلع Director مو من هنا قد ندير Console.log كتشوفو كم كورا أفيشيات لي Secret دابن بغنوا الكود ديالنا ونشوفو شنه طبعه اونا نفودي الليكسي كالسكوب دونك ندي واحد Console.Dire وغدا نعطي على Password وغدا نشوف شنه عندي اونا نفودي الفنكشن ها هي عندي واحد Closure اللي هي Get امن بعد سكوب ديالك هنا واحد ال Closure اللي اسم منها واحد Variable دونك هاد Password والليت واحد Local Variable اونا نفودي هاد فنكشن اللي تعني بان هاد الفنكشن كاش قدرت اكسيدي ال Parameters ولا ال Variables اللي كانت في Outer Functions وتخدم بها كيف ما بغاش وكترد من بعد كاش قدرت هاد الفنكشن Stateful كيف ما شفتوني في هاد الليسن خلال نشوف هاد Console.Dire باش ناخد واحد ال Basic Idea لل Lexical Scope اونا نفودي ديالك نقدر ما تلان إلا بريت نديبوغي الكود كأنا ما أعطي لدي واحد آخر نجي هنا هيا ونفودي ال Function ديالي ولا قبل من وندير Debugger فحلها نحط واحد Breakpoint وغادي افشي لي Local هيا Lexical Scope عندي Local يعني هاد Password ال Value دياله لونك هادي ميطود ا لونك نقدر نخدم ال Debugger فما بغيت نحط واحد Breakpoint ونشوف Lexical Scope كشنو طرع فيه ونفودي ال Program ديالي اذا نشوف كأنا نشوف ديالي ودي الهد Local Scope وال Password اما نشانج ال Value Again وبغادي كيف ما كشوف Password DDDD دونك اما نحط Breakpoint ما نعلمه اما نخدم بهدك Debugger نكتبها ايه Automatic ما وغادي حط Breakpoint